بقى عالجد. تعالى. فين مهاجم النادي الاهلي يا أستاذ محمود. سؤال الجد. هيعمل ايه؟ أستاذ شناوي من غير مهاجم لو ما عرفش يضموا مهاجم الفترة لي. حتى الان لسه الغاد دلوقتي زي كل الناس لم يحسم امر ملف المهاجم النادي الاهلي. ولكن السؤال هو هو ليه مرسل كولر مصمم ان هو يجيب مهاجم للنادي الاهلي. مع ان الناس لو ركزت السنة اللي بفاتت هتلاقي ان الفعالية الهجومية بعد مشاركة محمود كهربا زادت بشكل كبير جدا وكهربا كان هدف النادي الاهلي في بطولة افريقيا ومن الهدفين بتوع النادي الاهلي في بطولة الدوري ومحمد شريف اللي الناس كانت بتهاجموا بشكل كبير جدا محمد شريف سان فاتت مسام في 13 هدف او احرى 13 هدف تقريبا 11 في الدوري وهدفين في البطولة افريقيا. انا كنت جيت معاك سان فاتة كريم هنا وقلتلك النادي الاهلي لازم يجيب مهاجم كبير علشان خاطر لو وانت عاوز بتلاعب الكبار لازم يبقى عندك لعيبة كبار وده كنا بنقوله بعد كاس العالم السنة اللي فاتت بناء على الكم الفرص الكبيرة اللي ضعت من لعيب النادي الاهلي في مباراتهم مهمين جدا ريال مدريد وفلامينجو وما بقولش ان النادي الاهلي لو كان جاب اللي جوندي في الامريكا ممكن يكسب مباراة ولكن الشكل كان ممكن يطلع احسن من كده فبالتالي مارس الكولور عاوز واحد بيخلص دي نقطة نقطة تانية بروفايلات اللعيبة النادي الاهلي في الخط الامامي مفهومش لعيب قوي بدنيا بيقدر يلعب بدماغه كويس جدا ويبقى مميز جدا بضربات الرأس اللعيب اللي هو ياخد خطوة واثنين وياخد التكوف ياخد الجنب ويسبق حد زي مصطفى محمد فبالتالي كل الكلام كان بيتقال او منحصر في سوزا وفي موليكا لو اتفرجت على سوزا وموليكا هتلاقي الاثنين مميزين جدا في ضربات الرأس ولكن في احصائية معايا من مباراتين للنادي الاهلي السنة اللي فاتت في كس العالم للاندية تعرفك ان النادي الاهلي ليه عنده مشكلة في اهضار الفرص في المناسبات الكبيرة في الاحصائية الاولانية اعتقد ان هي هتكون مباراة النادي الاهلي ومباراة ريال مدريد على حسب الجراف هايزر ازاي طيب دي اهداف الاهلي لا دي مش بتاعتي لا في الاحصائية دي بتاعتنا دي بتاعتنا دي مهم يا كريم لانك تعاوز اقوله ان النادي الاهلي السنة اللي فاتت بساطة شديدة لما نيجي نقارن بين الهلال السعودي في المباراة النهائية مع ريال مدريد وما بين النادي الاهلي مع ريال مدريد هتعرف ان واحد زي طيب تعال اهو ازاي ما انا بكلمك هنا هنا نبتدي دي مباراة النادي الاهلي السنة اللي فاتت ومباراة ريال مدريد أنا عاوز أقف عند إجمالي عدد التزديدات ريال مدريد شال 19 شوطة منهم 11 على المرمى 11 على المرمى 11 على المرمى دو جاب منهم 4 النادي الأهلي شاد 5 كور على المرمى أحرص منهم هدف واحد بس منهم كتكورتين مهمين جدا لمحمد مجدي أفشا ومحمد شريف شوف الإحصائية اللي بعدها المباراة دي قلت صربعة واحد ريال مدريد دي المباراة الثانية الكريم ما بين فلمينجو وما بين النادي الأهلي تعالى شوف عدد التزديدات النادي الأهلي شايت أكتر من فلمينجو بخمس تزديدات شايت 15 كورة فلمينجو شايت 10 تعالى بص بقى على التزديدات بين التلت خشبات هتلاقي فلمينجو شايت 6 جايب أربعة في جول النادي الأهلي شايت أربعة جايب هدفين فقط فأنت بتتكلم هنا أن الفعالية وترجمة الفرص مشكلة كبيرة جدا طب تعالى بقى نقارن تحديدا في المباراة الليفل ده هو ده أنا بقول لك لو أنت عاوز تلعب مع الكبار لازم يبقى عندك لعيبة جبار تعالى نشوف الاحصائية اللي بعدها بتاعة نادي الهلال ودي احصائية مهمة جدا النادي الهلال السنة الفات كان عنده موسى ماريجا المهاجم المالي اللي بالمناسبة بدون النادي دلوقتي يعني الترانسفيرس خالصة وراجل غاية دلوقتي بدون النادي السنة اللي فاتت الهلال ورياما دريد لعبه المباراة النهائية بص يا كريم عدد إجمالي تزديدات الهلال الهلال شط 9 تزديدات 3 منهم على الجون التلاتة منهم على الجون بين تلاتة خشبات التلاتة جونجون يعني شطت تلاتة تزديدات على المرمى جبت تلاتة موسى مريجا مع أن نادي الاهل لعب مباراة قدام نادي ريال مدريد أفضل من مباراة الهلال قدام ريال مدريد فده هنا بيقولك على الفعالية الهجومية عشان كده مارسل كوليرا كريم محتاج مهاجم يخلصوا في الحاجات دي ممكن في أفريقيا الموضوع يبقى رايح جاي في الدوري يبقى كده